بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نكمل مع بعض الجزء الأخير من هذا الشابتر كنا قد توقفنا عند حكينا عن وحكينا عن وحكينا عن اليوم راح نتكلم عن قلنا باختصار وهو إخفاء تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل العمليات التي تحدث في داخل النظام عن اليوزر فاليوزر بشكل عام يرى السيستم كواجهة واحدة السيستم يجب أن يكون قابل للتوسع مع زيادة مع زيادة اليوزر اللي معملوا أكسد على السيستم يظلوا السيستم شغال بدون أي تغيير على أداء السيستم بدون أي تغيير على أداء السيستم حكينا أنه الاعتمادية أو يعتمد عليه أنه يعمل العمل بشكل صحيح بشكل آمن وبدون أي أخطاء ومع تجنب الأخطاء الآن سنتحدث عن النظام والمستحيل والمستحيل مهم الهداء 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 يجب أن يكون عالية نعمل خاصية الأداء ليس فقط موجودة في الهداء الانظمة الموزعة ولكن تكون موجودة شكل عام في أي نظام احنا بدنا الـ performance يكون high performance While high performance is always a goal دائما هو هدفنا أنه نحقق الأداء الأعلى Achieving it often conflicts with other important properties Such as transparency, security, dependability and scalability يعني احنا بنا نحقق الأداء العالي ولكن في الـ distributed system تحقيق هذا الهدف أو أنه يكون أداءه عالي يصير في بعض الأحيان flash أو conflict في تعارض ما بين performance and transparency and security and dependability and security كيف يعني؟ يعني مثلا إذا بدنا نيجي على موضوع الترانسبرانسي هنا احنا لترانسبرانسي يقولنا احنا بدنا نخفي التفاصيل عن الـ user طب احنا لما بدنا نخفي التفاصيل عن الـ user معناته انه احنا بدنا في بروسس زيادة حتصير فعندما نصير في بروسس زيادة حتصير هذا ممكن يؤثر على الـ performance A distributed file system might hide the complexity of data location from the user however to do so عشان نعمل هيك احنا the system may need to constantly check multiple locations to find data which can slow down the performance يعني احنا مثلا احد خصائص الترانسبرانسي distributed file system لا نفرض ان عنا احنا مثلا نظام نظام وزعة اللي هي عبارة عن distributed file system في عنا نظام بيكون في عنده copies of files وهذه الـ copies of files احنا نقدمها للـ users مثلا يحمل ملفات يحمل موبيز يحمل اي ملفات وهذا موجودة في اكتر من مكان الآن احنا بدنا نحافظ على الترانسبرانسي كيف يعني الترانسبرانسي؟ نحافظ على الترانسبرانسي might hide the complexity of file location طبعا احنا منقول الـ user مش لازم يعرف الـ location تبع الـ file هذا احد تعريف الترانسبرانسي مثلا او انواع الترانسبرانسي حيثا عشان نحن نمل هيك لازم ايش نسوي؟ لازم يكون في عندنا constant checking for multiple locations عشان نحافظ على الـ data مثلا يعني عشان نفهم كل موضوعه بشكل مثال يعني بسيط الآن احنا مثلا نفرض عنا احنا افرض عنا احنا 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 مثلا ها موقع هاي النظام طبعا احنا اللي هو file distributed system ايش يعني؟ يعني عبارة عن احنا في عندنا ملفات خزنينها في اماكن ملفات خزنينها في اماكن موزع هادي بشكل كبير بشكل اه جغرافيا 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 هاي اليوزر بطلب ملفات معينة بطلب ملف معين من هذا السيستم من هذا السيستم تمام؟ الحين احنا بنقول احد خصائص نحافظ على الترانسبرانسي انواع الترانسبرانسي اليوزر مثلا ما يطلب فايل واحد يجب ان يقوم بسيارة لفايل واحد اليوزر لا يعرف او مش عارف وين الفايل واحد موجود هل موجود في السيست واحد ولا في السيست اثنين ولا في السيست ثلاثة هما علي الا يفتح البراوزر ويفتح الموقع وينزل الفايل يزاله من السيست الاول هذا الترانسبرانسي طب على فرض انواع الموقع هذا يأخذ منه الوزر نحن نحافظ على أن الوزر لا يشعر أن هناك خطأ في الوزر وبدل أن يأخذ من السايت الأول يأخذ من السايت الثاني نحن نحافظ على هل هذا السايت شغال أو مش شغال وإذا شغال نحافظ على أنه فيه مواقع هو نفس النسخة الفايل في الموقع هذا لكي نحول الوزر على السايت الثاني يكون نعطي له الفايل الصحيح أو correct data هذا أحد خصائص الخصائص أو أحد أفرعها وهو الكونسيستنسي يكون هناك تناسق ما بين الـ data الموجودة هنا والـ data الموجودة هنا ويكون هناك أيضا نحافظ على أنه فيه مواقع في هذه النسخة لكي إذا الوزر أو إذا الوزر ينتقل في مكان ثاني وعمل وصار يجعل السايت رقم ثلاثة يكون نفس النسخة التي يطلبها موجودة نفس الـ data تمام؟ هذه العملية لكي نحافظ على هذه الأشياء نحن نزود للترانسبرانسي هيك للترانسبرانسي بتزيد ولكن في هذه الحالة إذا نريد أن نعمل أحنا كثير بروسس زي هذه ممكن تقل لأنه فيها أننا شغلات كثير بنا نعملها تمام؟ فبالتالي فيه زي كونفلكت زي فيه لازم يكون في عنا لازم يكون في عنا توازن ما بين أننا نحافظ على الترانسبرانسي وفي نفس الوقت ما نخليش الأداء يقل يعني كل ما زاد العمل كل ما زاد العمل كل ما زاد العمل كل ما زاد العمل والأشياء اللي بدنا نسويها في السيستم طبعاً هذا حيأثر على الـ performance فبالتالي الواحد ما يكونش مثلاً ريستريكت في موضوع معين بحيث أن يؤثر على الموضوع التاني على الـ performance فبالتالي لازم يكون في عنا بالانس وفي نفس السياق موضوع التاني على الـ performance وفي نفس السياق أو يجب أن يكون هناك بالنسبة لهم إنتقل كل الديات إنتقل بين الهاتف التي تشغيل في الهاتف نحن نعمل إنتقل لكل الديات نعمل تشفير لكل الديات التي تنتقل في داخل الهاتف لما نعمل إنتقل إنتقل معنا نعمل لأن هناك إنتقل بروسس حيث يحدث فبالتالي هذا سيؤثر على سيؤثر على سرعة وعلى أداء السيستم سيؤثر على سرعة لأننا نعمل بروسسنج فأشغلنا السيستم بروسسنج زيادة لكي نعمل أكثر فبالتالي سيكون السيستم لديه تقليل في سرعته وفي أداءه نحن لا نعمل إنتقل ولكن المفروض يكون هناك أولويات لا يجب أن نعمل إنتقل هناك أولويات ولكن هناك أولويات يجب أن نعمل إنتقل فبالتالي يجب أن نكون لدينا ما بين السيكوريتي والبرفورمس هناك أيضا مثال أنه نعمل السيكوريتي كل من المفروض يجب أن نعمل نطلب منه المفروض نطلب منه المفروض نتحقق منه نتحقق من شخصية أو السيكوريتي أو السيكوريتي أو السيكوريتي نطلب منه المفروض أو السيكوريتي أو السيكوريتي أو السيكوريتي و إتمنى لإنتقل أن يجب أن يجب أن تدخل その المفروض لذلك لحقق الضغط هو الأتمدية الأتمدية كذلك قالنا أن نحافظ على النسخة من الملف ونسخة من الملف وإذا دعنا نقلّك مواقع ثانية نحافظ على النسخ من هذه الملفات طيب عندنا نحافظ عن نسخ من هذه الملفات معناتها احنا زوجنا البروستن معناتها احنا اخذنا مساحة تخزينية زيادة من كل السايت الموجودة فبالتالي هذا تأثر على البرفورمانس تأثر على الأداء لأننا نزود البروستن عندما نزود البروستن معناتها أثر على السيستن بشكل عام على كل المستخدم يعني مثلا حين نحن نبعد عندما نفعل نسخ نقوم بفعله ويأثر على الإنتروج وقد قمنا بحضة نظام من كل النسخ وهو نقوم الثانية الشغلة الثالثة فقمنا بحافظ على الوضع يجب أن نكون أي ملف إذا يجب أن نقوم بفعله يجب أن نقوم بفعله عندما نقوم بفعله كيف نقوم بفعله يجب أن نتحقق كل قليلا هل يكون هناك تحديث على هذا الملف؟ وهذا يجب أن نقوم بفعله ونبعث لهذا السيت ونبعث لهذا السيت ونبعث لهذا السيت ونبعث لهذا السيتس الأخرى معنى أنه ما نبعث لهذا السيتس الأخرى معنى أننا أخذنا أيضا من الشبكة أو من الباند والذي بين السيتس أخذنا منه جزء لعمل زيادة لكي نزود الـ Dependability مثلاً لكي نحسن الـ Dependability ونحسن الـ Dependability ولكن يؤثر على الـ Performance إذا أخذنا من الـ Storage Space ونبعثنا من الـ Band والذي بين السيتس أو بين السيتس ونبعثنا مستخدم جيدة لكي نحقق منه وأن نقوم بعمل تشكي على هذه الحلوات ونقوم بعمل تغيير ونقوم بعمل تغيير في الكوبز الأخرى هذا أيضا لا يعني أننا لا نقوم بعمل تغيير في الـ Dependability ولكن في هذه الحالة لا يجب أن نقوم بعمل كل نقوم بعمل تغيير فيها ونحاول أن نقوم بعمل تغيير فيها ونقوم بعمل تغيير في كل نسخ أو كونفلكت بين السيتس أو الـ Scalability و الـ Performance السيتس صفحة بعمل تغيير في أكثر المخصصات هذا تعريب السيتس السيتس صفحة المخصصات سيتس صفحة المخصصات سيتس صفحة المخصصات مثل السبيلات بدون أي مشاكل و لكن كما يختبون تغيير في الدستس يمكننا تقوم بعمل تغيير في قومات المخصصات نحن مثلا نزود السيستم ونزود عدد المساعدات بحيث انهم يتعافظ على السيستم وإذا عملنا هذه المعنة برضه يزيد عبء علينا أو يزيد عبء على السيستم انه نحن نعمل تنسيق ما بين هذه المساعدات وبالتالي سيحصل لدينا تأخير سيحصل لدينا تنسيق المدينة المختصر المدينة مهمة في الستيبير ولكن يجب أن يكون هناك المدينة الأخرى بلانس لازم تكون فيها توازن ما بينها الكاركترستيك الترفورماز والكاركترستيك الأخرى مثلا كترانسبرانسي سيكوريتي ديبيندابيليتي اند سكيلابيليتي وشوفنا كيف من جنكون فيه كونفلكت ما بينهم فبتالي لازم يكون فيه عندنا زي تريد اوف بتوين ديز كاركترستيكس آخر خاصية في الدستربيوتي السيستم اللي هي فليكسيبليتي فليكسيبليتي معناها مرونة فليكسيبليتي السيستم اللاوز يوزر أو بروغرامر توكونفجر توكونفجرات توميت سبيسيبيك نييد أو رقوائم يعني احنا لما بدنا نعمل دستربيوتي السيستم اليوزر أو البرغرامر لما بده يستخدم هذي الدستربيوتي السيستم يكون قادر على انه يعملها configuration يعملها اعدادات عشان بسهولة طبعا توميت specific needs or requirements this means that the system can adapt to provide only the services that are necessary without forcing users to deal with unnecessary or irrelevant features يعني السيستم مفرود يكون السيستم مفرود يكون بيعطيله اليوزر أو البرغرامر بيعطيله اليوزر أو البرغرامر بيعطيله يعني مثال imagine a cloud computing platform that offers wide range of services such as data storage machine learning and web hosting a flexural system would allow developer to configure the hosting service to match the exact needs of their application such as amount of server resources or security features required يعني مثلا نعطيك مثال the cloud computing system the cloud computing system زي ما رح نشوف احنا تعريفها يعني بارعا بقدم لك خدمة هذه الخدمة مثلا على سبيل المثال انك انت بدك تعمل كمبيوتر زي ما حكينا في المقدمة في الاول قلنا انه مثلا انت دكتامل في عندك تجربة في عندك في عندك experiment او في عندك مشروع بدك تعمل مشروع ولكن المشروع هذا بتطلب مواصفات خاصة مش موجودة في جهازك العادي وانت بدكش تشتري الجهاز من برا بدك مثلا processing عالي بدك storage عالي بدك الرام كبيرة وبالتالي انت مش موجود عندك personal computer فانت ممكن تستأجر هذا الجهاز او تعمل هذا الجهاز بناء على طلب بناء على specific requirements او specific needs خصائص معينة احتياجات معينة هذا الكلود المفروض عشان بما انه احنا نقول انه flexibility flexible system هذا الكلام بيخليك تعمل الconfiguration اللي انت بتحتاجها بفروضش عليك configuration او بفروضش عليك شغلات unnecessary انت بدك cpu بدك خمسة cpu يعني انت بدك نوفر لك خمسة cpu بدك windows بدك الhard disk حسب قديش المساحة الhard disk موجود كم جهاز بدك موجود ممكن تحذف الجهاز بعد فترة ممكن موجود فبعطيك flexibility في configuration و flexibility في ادادات ال ادادات الهي انت محتاجها هذا باختصار معانا flexibility طيب flexibility يقول لك flexibility في بتشعب منه ثلاث خصائص يقول لك هذا system flexible مرين هذا system مرين أو flexible flexible معناته هذا system معناته او ممكن يكون extensibility قابل ل can be extended يعني ممكن ممكن يتوسع طبعا توثق هذا مش زي يتوسع لهو الـ لحظة نشوف ايش معناته ايش ايش مكتوب فيه can be extended openness يعني هذا system منفتح على systems الاخرى او open رح نشوف ايش معناها و interoperability ممكن يتعامل مع ممكن يشتغل مع الاجهزة الاخرى بكل سهولة سهولة مش الاجهزة الاخرى ممكن يشتغل مع systems الاخرى بدون اي مشاكل طيب اول حاجة خلن نعطي مثال عملي عشان نقدر نفهم لانه بالمثال يتضح المقال طيب مثلا عندنا اي كوميرس سيستم بدنا نشوف اي كوميرس سيستم احنا عارفين اي كوميرس اللي هو تجارة الالكترونية عبر الانترنت يعني عندك موقع هذا موقع بتبيع في product للمشترين للناس هذا السيستم يفترض احنا بنقول عنه flexible ايش معانته معانته لازم يحق ثلاث اشياء اللي هو extensibility الدبند الopenness والانتر الoperability هذا السيستم بنقول عنه extensibility او has this feature extensibility او extended system the e-commerce platform initially offers only basic features such as product listing shopping cart and credit card payments يعني مثلا انت الحين عمال في موقع هذا الموقع بتبيع product معين الان انت كبداية انت عملت initially عملت الاشياء الرئيسية انه عملت في هذا الموقع product listing انه عملت انه هاي البرودكت اللي عندي تعرض في الموقع باسعار بصور ها وعند shopping cart انه هذا الوزر لما يضغط عجب هذا البرودكت بتضغط عليه add to cart وعندك برضو ايش الاخرى عندك credit card payments ممكن انت يشتري عن طريق credit card هذه الثلاث اشياء الاساسية اللي انت عملتها الان شفت السيستم السيستم كويس والكستمر زادوا انت ممكن تضيف عليه اخرى هذا السيستم ممكن اضيف عليه اخرى ممكن اضيف عليه قصائص اخرى اخرى عشان اتحسن من اداء واتحسن من هذا الموقع زي ايش مثلا dynamic pricing انت بتصير تقول introduce a new components that adjust prices in real time based on demand and competition يعني مثلا انت بدل ما تصير ضفت خاصية تانية بدل ما تصير انت تحدد انه هذا المنتج مثلا 100 شكل انت بتصير تعمل حاجة جديدة انه هذا المنتج اذا انت تشتري مثلا خمس قطع منه او اذا تشتري مثلا ثلاث قطع منه بصير سعره مثلا 400 ليرا اشتري 400 شكل اذا المشتري اشتري من هذا من هذا القطع من هذا المنتج ثلاث قطع سعره كذا انت بتضيف features قابل انك تضيف عليه features انت خطائص تضيف عليه تضيف عليه components في اشتري مثلا مثلا personalize personalization engine مثلا انت عامل حسابات لكل واحد يشتري مثلا في حسابات لكل واحد يشتري الان لما واحد يدخل على حسابه ممكن انت تعمله products اللي ها علاقة بالproduct اللي هو شراها recommendation system that suggests products based on customers browsing and purchasing history بناء على الشرط اللي اشتراها والشرط اللي هو عملها browsing انت ممكن تقترح عليه products هاي في عندي product هاي في product شبيه مثلا فالفكرة انه هذا كمثال يعني بس الفكرة انه system اللي انت عملته ممكن انت تضيف عليه features services و functions عشان تحسن من اداء هذا معناته انه expansibility تمام هذا جزء من المرونة يعني انه مرين مرين بتقدر انت تضيف features functions وانه بعد ما اشتغلت system اذكر انه احنا في عنا الكثمر بدهم يشتروا بس احنا لديهم شرط ممكن تضيف انت احنا features adheres to stand up the call and api for its various services open يعني مثلا انت الان الان مثلا system اللي انت عملت السystem اللي احنا عملنا هذا ممكن يكون احد خصائص اللي احنا open يعني انت مثلا بتخلي الكثمر انه يختار shipping او طريقة الشحن اللي هو بدي ايها انت مثلا طريقة الشحن اللي انت بدك تستخدمها مثلا في عندك شركات شحن مثلا في تركيا مثلا هان في الدول يعند هم شركات شحن مثلا في شركة شحن اسمها ptt في شركة شحن اسمها mng في شركة شحن اسمها كذا كذا في اكتر من شركة شحن فانت بدك تخلي اليوزر يتبع البرودكت تبعه يشوف موصل البرودكت طبعه طبع انت بدك مثلا مش انت اللي تعمل الشحن مش انت بدك ترسل البرودكت للمستخدم او مش انت اللي تتسلم البرودكت المستخدم البرودكت المستخدم رح يختاره وبعدنا يختاره ويدفع حقه انت بدك تتواصل مع احد شركات الشحن هادي او تخلي اليوزر يتواصل مع احد شركات الشحن هادي طبعا طريق موقعك وانه يختار شركة الشحن اللي بده اياها بده تشحل اياها عن طريق كذا وبرضو في نفس الوقت طبعا هياخد وقيا مثلا السبوع حيكون الديليفري تبع البرودكت بعد السبوع طبعا اليوزر بدي يسير يعمل تعقيب على البرودكت انه وين وصل طبعا انت برضو هادي الفيتشارز مش موجودة في موقعك موجودة هادي الفيتشارز موجودة في المواقع او تبع شركات الشحن فانت لما نقول يتواصل مع السيستمز الاخرى مثلا البيتشارز في موقع البيتشارز في موقع وممكن هذول السيستمز موقع مثلا هذا يخلي اليوزر انه يقدر يتعامل معه ويشوف وين المنتج تبعه وصل انت عندك مثلا منتج معين بدك تشحن عن طريق هذي البيتشارز او البيتشارز البيتشار سينتقل من موقعك للموقع الثاني طبعا انت بيكون في عندك تواصل او الموقع تبعك في تواصل مع الموقع تبع البيتشارز او طبع شركة الشهن وبالتالي بخلي اليوزر يقدر يتواصل مع شركة الشهن او الموقع تبعهم كل سهورة ويتعقب المنتج تبعه هذي العمل ما بين السيستمز هذي هذي بسموها حاجة يسموها بسموها apply لالstandard rules التبعت الخاصة بنقل البينات والstandard rules اللي خاصة بالstandard rules الخاصة بتبادل البينات ما بين السيستمز لانك انت عملت الالstandard rules هذي فبالتالي صرت قادر على انه السيستم تبعك يتواصل مع السيستمز طبعا انت كيف بدك تعمل يعني مثلا اعطيكم مثال عن الموضوع هو open الopen الopen والinteroperability هذول متداخلين مع بعض الopen والinteroperability متداخلين مع بعض اعطيكم مثال تاني مثلا انت عندك مثلا كثير انتم بتشوف مثلا المواقع هذا المواقع مثلا في عندك هذا هذا موقع في احد الخصائص في هذا الموقع او احد الاشياء في هذا الموقع بقول لك هاي اللوكيشن تبعنا وشوف اللوكيشن تبعنا تضغط تضغط عليه تعمل كليك عشان تشوف اللوكيشن تبعه طبعا انت لما تشوف اللوكيشن هذا لما تضغط على كليك وتشوف اللوكيشن تبعه هو فعليا انه يبين لك الموقع تبعه ويشوف الخريطة وكذا هذا مش من عنده هادي بيستخدم حاجة اسمها في الجوجل ماب في الجوجل ماب في الجوجل ماب هادي موفر هذه الخاصية انك ممكن تشوف موقع اي شخص موجود وهي اللوكيشن تبعه اي شخص موجود الجوجل ماب هادي عبارة عن بيقول لك انا بقدر اشوف بقدر اساعدك او بقدر افرجيك اخليك تفرجي الكستمر تبعونك الموقع تمام فانت بدأ تقول الوزر روح على الجوجل ماب وحط الوكيشن تبعنا هاي وكذا كذا لا انت بتسير الخدمة هذي في الجوجل ماب تاخدها منهم وتعملها في السيستم تبعك وكأنه هذا من عندك انت كأنه الكمبوننت هذا انت اللي عملته ولكن هو فهم مش انت اللي عملته انت بتقول هاي الموقع تبعنا وهاي الوكيشن وكذا واضغط عليها وكذا فالموقع هذا اللي بيين فعليا اصلا هو شخص عن طريق الجوجل ماب هذا السيستم اللي بعرض خريطة لخرائط ومواقع الناس فانت لما بتحط هذه بتعملها في السيستم تبعك فبالتالي انت في السيستم تبعك بتحط كل الاشياء اه بتعمل الانتجريشن للكمبوننت ما بين الانتجريشن للكمبوننت داخل موقع تبعك فهذا فعليه ايش صار انت هذا معناته انه الجوجل ماب معناته انه open system openness السيستم ها تبع جوجل ماب openness معناته انك انت ممكن تستخدم الفيتشر تبعته لانه مكتوب عن طريق او مكتوب بشكل بيتبع الستاندرد رولز او الستاندرد بوتوكولز اللي بيخلي اي واحد ممكن يستفيد من خدمة المواقع تبعتي هذه يعملها كومبوننت من خلال استدعاء الابي اي تمام الحين انت لما تستخدم هذه openness ومعناته كمان interoperability يعني انه انا ممكن اشتغل السيستم تبع الجوجل ماب هذا بيشتغل مع السيستم تبعي هذا الـ اي كوميرس اللي انا عملته بدون اي مشاكل interoperability تمام مثلا انت عندك في الموقع تبعك تبين للمستخدم درجة الحرارة اليوم كذا كذا درجة الحرارة اليوم هل انت في الموقع تبعك في عندك وفي عندك اشياء تقدر انت من خلالها تشوف درجة الحرارة وانت بتعمل لهذه الاشي لا انت في موقع تاني هذا الموقع بيبين درجات الحرارة بيبين درجات الحرارة في الاماكن ولمدة مثلا عشرة ايام وسبوع بمل زي forecasting ويعرض درجة الحرارة هذا الموقع نفس ويقول لك انا متخصص في هذه الشغلة وانا بقدر ممكن انت تعمل extend او مثلا ممكن انت تاخد الـ API هذه وتاخد الخدمة التي انا بعملها خدمة انك انت تعرض درجة الحرارة تاخد ها وتحط ها في موقع تبعك فبالتالي انت ممكن تستخدم هذه تاخد هذه وتعمل الـ components طبعا التواصل سيكون من خلال استدعاء الـ API التواصل سيكون من خلال الـ API طيب هذه الـ components ممكن تعمل الـ في الموقع تبعك ويصبح لدرجة الحرارة اليوم و بعد سبعة أيام ستكون وهكذا طبعا هذا الاشي مش انت اللي عملته هذا الاشي معمول من مواقع تانية طبعا هي مش سرق اسمها عاد هو مواقع للشغلة هذه معمول من مواقع تانية وهذا الموقع بقدم لك خدمة انك انت ممكن تاخد هذا الـ system ممكن تاخد هذا components او هذه الـ وظيفة ممكن تاخد ها وتعرض ها عندك في الموقع طبعا ايش اللي بيخليك انت قادر على انك تاخد هذا الـ components او هذا الجزء بسهولة اشي بيخليك قادر انك تمام هذا الاشي لانه هذا system open هذا system open open معناته انه بيعمل apply to standard rules بيعمل standard standard rules معينة protocolات معينة نعملها ونعمل انواع البيانات معينة standard الكل بيستخدمها سواء انك انت كنت شغال على windows او mac او linux ممكن انت استخدمها اذا انت اتبعت هاي standard protocol او standard rules فانت هاد بيسمو open ولما يشتغلوا مع بعض بيصير في عندك انت تقدر تشغيلها عندك على موقعك او تعرضها على موقعك هاد بنسميه هاجة برداني اسمها inter operability تمام فهذا كله من خلال ال api هاد مانا to open طيب بعدين في حاجة اسمها inter operability انه ensures that systems implementing the same standards and inter operate انه works is flexibility the e-commerce system is extensible can add new features open allow integration with various external services via standard apis and inter operability inter operable works smoothly with other systems and platform can work good and easy with other systems other advantages of distributed systems what are the of distributed systems of course there is a part that we discussed in the characteristics cost cost when we called cost نحن نقول اقتصادي من ناحية انه نحن التاسك الكبيرة اللي بنا نعملها بدلا ما نستخدم جهاز كبير وكلفنا تكلفة اكتر ممكن نستخدم اجهزة مع بعض دات فصائص اقل ولكن بعطينا تكلفة اقل عشان ننهي التاسك المعينة هذه او نقدي المهمة المعينة كما نستخدم ادعو أحسن بها sofortgos API هذا بعمل الاتقال سمتض Innenتغادة اكتر من الحياة المغير وكان إلى امتری قراره أمام وال lainام لما نستخدم هذه اجهزة مع بعض نحن يعطينا امام播 فار droppings امام الحياة المغير فالان سمت بها ق synth ان الازقائر الكبير سجد صاحبة اكتر كي تصالية قد آقه سمت تضع مكتر عندما نستخدم تحقق التحقق بشكل أفضل من أن نستخدم جهاز كبير جهاز واحد عندما نقول تحقق التحقق يعني أنه قابل للتمدل ممكن أن نزود الرمايات، نزود الرسورس، نزود الأشياء هذه عندما كنا لدينا مثلا كمبيوتر واحد قادما بدنا نزود خصائص نزود البروسيس البروسيس فإحنا لدينا حد معين نستطيع أن نتجاوزه إذا لدينا مثلا جهاز واحد، نزود الخصائص ومواصفاته ولكن عندما يكون البروسيس لدينا أكثر من جهاز نستطيع أن نزود أجهز كما بدنا طبعا بأثر على البروسيس ولكن ننكي عن البروسيس مجرد فقط يمكن أن يكون موجودة يمكن أن يكون موجودة قاعدة على العودة، أول أن يكون موجودة لدينا على العودة موجودة موجودة في أطلقات حقوقية حقوقات حقت؟ المنطقة الردومية مقاعدة أنه هناك مدد من السيرفر اثنين سيرفر مثلا هناك مدد من الاتباز ايضاً ان ايضاً الانتظار على المستخدمين يمكن أن يتنقل الخطأ لأنه إذا السيرفر إذا سيرفر صار فيه مشكلة السيرفر الآخر شغال إذا أصبح المشكلة الأخرى يشغل وهكذا فهذا يوجد لدينا موزعة بالوراثة يعني هناك بعض المستخدمات هناك بعض المستخدمات هذه موزعة بالوراثة موزعة بالوراثة مثل هذه المستخدمات موزعة بالوراثة الآن عندما نتحدث عن ويب سيرفيس ويب سيرفيس سيكون في استراليا سيكون في أمريكا سيكون في ماليزيا سيكون في ميداليست هم أردين موزعين نحن لا نوزع لأننا نحب أن نقوم بعمل سيستم في الأصل طبيعة الـ طبيعة المستخدمات والناس الذين يستخدموا موزعين تمام؟ لهذا الإيميل ويب سيرفيس أين المستخدمات المستخدمات طبيعتها موزعة تمام؟ لذلك عندما نرى المستخدمات المستخدمات الشخص المستخدمات المستخدمات لأن سيكون لنا مستخدم من التالي الذي لدينا نابق الموضوع اخر موضوع في هذا الذي نتحدث عن System Architectures في System System الاركتكتر الهيكلية أو البناء الكومبوننس باتمد على Division of Responsibility بين الكنبوننس ويتمض على بجمع أمتع القصides على الأسع ، على الإجابار يعني كيف إذا نتكلم عنر، سيستات التواجداء نقول إنه هناك أمتع القصص و سيستات تباقة كل البنية ممكن تصنف حسب الـ Division of responsibility ممكن تصنف حسب الـ Placement of the components ما يعني Placement of the components؟ Placement of the components يعني هذا الجهاز وين مكانه؟ أو هذا السيرفر وين مكانه؟ هذا السيرفر وين مكانه؟ حسب مكانه ممكن احنا نصنف الـ البنية تاعتها تمام؟ وحسب الـ responsibility برضو ممكن نصنف الـ components سبعة هذه السيسم خلينا ننطق أمثل عشان نفهم هذا الموضوع يعني أول سيستم أو أول architecture client server model client server model نحن بقول لك أنه عبارة عن client server فبالتالي أنه الـ architecture تبعتنا راح تكون مصمم على حسب client server يعني في عنا server هو اللي بيقدم الخدمة هذا السيرفر بيقدم الخدمة وفي client بعمل request لها الخدمة بعمل request بعمل response بعمل request بعمل response هذا الموضوع اسمه client server بحيث انه السيرفر كلها موجودة على جهة السيرفر أو هذا السيسم تبعنا هذا السيرفر السيرفر موجودة كلها على هذا السيسم وهذا السيرفر هو اللي بيقدم الخدمة فإحنا الخدمة most important and most widely distributed system هذه طبعا أكتر إشي منتشر ومشهور في الـ distributed system في عنا سيرفرات في بتقدم الخدمة client and server roles are assigned and changeable servers may in turn be clients of other servers يعني مثلا احنا ممكننا أن يكون ها عنا مثلا هاي سيرفر هذا السيرفر مثلا هذا الـ web server هذا الـ web server وفي عنا كمان web server تانيها هذا الـ web server التانيها تمام الآن هذا السيرفر والـ client اللي هو احنا احنا الـ client بدنا الموقع بناخد نظم الموقع بنعمل براوز الموقع مثلا الحين هذا الموقع هذا client هو سيرفر الآن انت كـ client مثلا بدك تبحث عن شغلة معينة في الـ database الـ database هتكتب انت مثلا والله بدي ابحث عن اسم كذا 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 في الـ database بداخل الموقع الـ web server الـ web server هذا بياخد الـ access منك بياخد الـ request منك وبيبعته لـ الـ database يعني حاجة اسمها database server الـ database server هادي برضو تعتبر كـ server تعتبر كـ server الـ database server الآن في هذه الحالة لما انت تبحث عن شغلة في الـ database انت مش شابك مع الـ database مباشرة شابك مع الـ web server والـ web server شابك مع الـ database server انت سترسل هذه الـ web server الـ web server ان تفلق التواصل من اougرها هاي اول الـ arquitecture موجودة تمام الـ arquitecture الثانية !! ويب broxyserver في حان نو、�미 bean server لكن ما تتطلب من الـ web server الذي هو الـ بروكسي سيرفر الـ access والتواصل ولكن لا تطلب من الويب سيرفر مباشرة هناك أن تطلب من الويب سيرفر اللي هو البروكسي سيرفر الاكسس تبعك والتواصل تبعك بيكون مع البروكسي سيرفر بيكونش مع هذه مع السيرفر مباشرة فهذه يسموها ويب بروكسي سيرفر تطلب من الويب سيرفر مباشرة وفي مكان المباشرة هذه الشغلة سوف نطبقها عمليا بشكل عملي في الويب سيرفر سوف نرى كيف نعمل الويب سيرفر ونعمل مثل بروكسي سيرفر أو يسموه كاش كونتنت أو كونتنت ديليفري ونت سوف تعمل أكسس على الويب سيرفر أو البروكسي سيرفر هذا قطير هناك متى أننا binnen الويب زيفر موجود في الهند وانت مثلا موجود في فلسطين لك تعمل أكسس على الويب سيرفر طبعا كان بدلا أن تعمل أكسس على المؤуют الأكسس على الويب سيرفر سوف هناك حاجة بسببها الكمتنتيمتل أن سوف ت larg angli اب落下 라고 man وهو الكمتنتيمتل سوف يكون متواصلة مع الأصواب الأكسس緒 ولكن بدل من خراب تدخل من بروكسي سرفر فهذا يحدث حسن أداء وأصبح أداء ويسرع حدامك للوصول إلى الموقع آخر شيء من موضعات الآخرين وهو العديد الحديد العديد الحديد 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 لدينا الموادلات لا يوجد ووب سيرفر ولا يوجد وحدة من الخدمة لا، لدينا كل الأجهزة او الأجهزة فيها نفس القوة ونفس القوة كل التحديد يتعامل سيرفر كثير من الأجهزة او سيرفر كلهم يتبادلوا المعلومات ويتبادلوا البيانات ويشتغلوا بنفس الأداء وبنفس الـ Responsibility هاي بسميها Peer Process Model طبعا اكتر اشي مشهور ومتبع Most commonly or most widely distributed system architecture اللي هي client server تمام راح نشوف احنا بشكل عملي زي ما حكينا انه كيف نعمل هاي في الـ Cloud computing ونشوف كيف ممكن نطبقها بشكل عملي هاي بكون خلصنا الشفتر الاول اتمنى ان يكون الموضوع واضح ومفهوم واذا كان لكم اي سؤال اي استفسار ممكن نتناقش فيه في حصة المناقشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته